موسيقى مرحبا بكم تلاميذ الأعزاء في شريط جديد يهم وحدة الضواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح هذه الوحدة خاصة بمستوى الثاني بكالوريا مسلكي علوم حياة الأرض ومسلك العلوم الفيزيائية الوحدة مكونة من ثلاث فصول الفصل الأول سنتعرف من خلاله على أنواع السلاسل الجبلية الحديثة مميزاتها ومراحل تشكلها وعلاقتها بتكتونية الصفائح في الفصل الثاني سنكتشف ظاهرة التحول في مناطق التقارب بين الصفائح وعلاقة هذه الظاهرة بدينامية الصفائح في الفصل الثالث والأخير سنتعرف على ظاهرة الغرانيتية وعلاقتها بالظاهرة السابقة ظاهرة التحول سنختم هذه الوحدة بالاشتغال على بعض نماذج من الامتحانات الوطنية السابقة نبدأ إذن بالفصل الأول السلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح يقصد بالسلاسل الجبلية الحديثة السلاسل الجبلية تشكلت منذ ملايين السنين وتستمر لليوم يعني تتميز بنشاط زيزالي وأحيانا نشاط بركاني كذلك في المحور الأول سنذكر ببنية ومكونات الكرة الأرضية والصفائح مشكلة لها ثم نمر للمحور الثاني ويعني نتعرف على أنواع السلاسل الجبلية الحديثة سنركز كثيرا على هذا المحور وأخيرا وليس آخرا المحور الثالث التشوهات التكتونية المميزة لمناطق التقارب ننهي هذا الفصل بالاشتغال كما قلنا على بعض من نماذج الانتحانات الوطنية السابقة نبدأ بمحور الأول تذكير ببنية والصفائح المشكلة للكرة الأرضية وبأولا صغيرة مكونات الكرة الأرضية الكرة الأرضية مكونة من ثلاث بنيات أساسية النواة التي تضم جزئين النواة الداخلية والنواة الخارجية يفصل بينهما انقطاع يسمى بانقطاع العالم الإمام للإشارة إلى انتقاء من وسط إلى آخر يختلفان في الخصائص الكيميائية والفيزيائية تتميز النواة بارتفاع كتافتها بالمقارنة مع المكونات الأخرى ونجد فوق النواة الخارجية طبقات صخرية يشكل ما يسمى بالرداء الذي يضم بضوره جزئين رداء علوي وآخر سفلي هذين الرداء يختلفان في الخصائص الكيميائية والفيزيائية كالكتافة وإيضا التركيب العيداني يعني المعادن الصخرية الموجودة في هذا الجزء والرداء العلوي مقسم بضوره إلى جزئين الجزء العلوي من الرداء العلوي والجزء السفلي من الرداء العلوي الذي يسمى كذلك بالأستينوسفير هذين الرداء يختلفان في العمق طبعا وأيضا في الكتافة والطبيعة المادية حيث يتميز الأستينوسفير بلدانته بينما الجزء العلوي من الرداء العلوي يتميز بكونه صلبا في سطح الكرة الأرضية نجد القشرة القارية الغنية بصخور غرانيتية والقشرة الموحيطية التي توجد في قار الموحيطات والغنية بصخرة البازلت القشرة الموحيطية والقشرة القارية تشكلان ما يسمى بالقشرة الأرضية هذه الأخيرة بدورها بالإضافة للجزء العلوي من الرداء العلوي تشكل ما يسمى بالغلاف الصخري إذن انتلاقا من استغلال هذه الوثيقة سنخرج بمخرجات أو خلاصات على شكل معارف ومعطيات علمية أولا سنعرف الغلاف الصخري الغلاف الصخري هو الغطاء الخارجي أو الغلاف الخارجي الصلب الذي يحيط بالكرة الأرضية ويضم القشرة الأرضية التي كنا مكونة بدورها إما أن تكون قشرة محيطية أو قارية أو هما معا والجزء العلوي من الرداء العلوي المواطع الثاني نلاحظ كذلك انتلاقا من الوثيقة بأن هناك ارتفاع في الكتافة كلما تعمقنا في باطن الكرة الأرضية نظرا يغطينا باطن الكرة الأرضية بعناصر كيميائية ومعادن ثقيلة تؤدي إلى ارتفاع الكتافة في هذه المنطقة أيضا يلاحظ ارتفاع في كتافة القشرة المحيطية حيث تقدر بـ 3.0 جوج جرام بار سنتيمتر مكعب بالمقارنة مع الكتافة القارية التي تقدر فقط بـ 0.7 هذا المعطى طبعا فهو معطى مهم لأننا سنعود إليه لاحقا في المحاور الموالي نمر الآن إلى التعرف على بعض الصفائح المشكلة للغلاف الصخري للأرض هذه الخريطات تشير إلى بعض صفائح الكرة الأرضية إذن كما تبين الوثيقة في الغلاف الصخري للكرة الأرضية مكون من مجموعة من الصفائح عدد هذه الصفائح الإجمالي هو 12 صفحة من ضمنها الصفحة الأوروأسيوية الصفحة الهند أسترالية الصفحة الإفريقية وصفحة أمريكا الجنوبية وصفحة أمريكا الشمالية وأيضا صفحة المحيط الهادي وصفحة نازكا كما تبين هذه الوثيقة وكما تلاحظون من خلال مفتاح هناك مناطق تتباعد فيها الصفائح كالتباعد الذي يحدث ولا يزال يحدث لحد اليوم بين الصفحة الإفريقية والصفحة الأمريكية الجنوبية والذي قدروا العلماء بحوالي تقريبا جوز سنتيمتر خلال كل سنة وهناك مناطق أخرى يحدث فيها تقارب بين الصفائح أو حدود ما يسمى بظاهرة الطمر يحدث ثمر أو انغراس صفيحة تحت صفحة أخرى كنغراس صفيحة نازكا المحيطية تحت صفيحة أمريكا الجنوبية نتيجة تعرض صفحتين لقواء انضغاطها تقارب أيضا في منطقة أخرى في الغلاف السخري الكرة الأرضية تقارب الذي يحدث حادث واستمر لحد اليوم وهو التقارب بين الصفيحة الهند أستراليا مع الصفيحة الأوراسية أو الأورو أسيوية كذلك هناك مناطق يعني عكس تقارب مناطق تتباعد فيها الصفائح هذا التباعد ينتج عنه سلاسة جبلية في قاعد المحيطات نسميها بالدروات الوسط محيطية كالدرو الوسط محيطية موجودة بين الصفيحتين الإفريقية والصفيحة أمريكا الجنوبية الآن مخرجات أو خلاصة قراءة هذه الخريطة نعرف الصفيحة التكتونية الصفيحة التكتونية هي قطعة من الغلاف السخري يعني لها مساحة شاسعة فنقول أنها شاسعة وكذلك هادئة لكنها تحدها مناطق ضيقة ذات نشاط بركاني وززالي كتيف نسمي حدود هذه الصفائح بالهوامش النشيطة لماذا نشيطة؟ لأنها ذات نشاط ززالي وبركاني كذلك يتضح من خلال الوثيقة أن هناك مناطق تتقارب فيها الصفائح المثال الذي رأيناه هو تقارب بين الصفيحة الأوروأسيوية مع الصفيحة الهند أسترالية والمثال الثاني هو تقارب بين الصفيحة الأمريكية الجنوبية مع صفيحة ناسكا كذلك أشرنا إلى وجود مناطق تتباعد فيها الصفائح وقلنا بأنه ينتج عنها ما يسمى بالدروات الوسط محيطية هذه مناطق التباعد هذه المناطق أي لن ندرسها وإنما سندرس ونفصل أكثر فقط في مناطق التقارب فلنشاهد الخريطة التالية ونحدد توزيع البراكين والزلازل يتبين ويتضح من خلال ملاحظة توزيع البؤر الزيزالية والبراكين أن هذه البؤر والزلازل تنتشر وتتواجد على مستوى حدود الصفائح والتي سميناها سابقا بالهوامش النشيطة الآن فلنشاهد ونلاحظ التوزيع الجغرافي للسلاسل الجبلية على مستوى سطح الأرض يمكن أن نستنتج مباشرة من الملاحظة بأن السلاسل الجبلية سواء الحديثة وأيضا القديمة يعني السلاسل الجبلية الحديثة نقصد بها كما قلنا السلاسل الجبلية تشكلت في الحقب الحديثة في نهاية الحقب الثاني وأيضا نهاية الحقب الثالث طبعا هذه السلاسل هي التي ذكرناها سابقا والتي طبعا سندرسها لاحقا وهي سلسلة جبال سلسلة جبال الهيمالاية وسلسلة جبال عمان ولدينا السلاسل جبلية قادمة تشكلت في الحقب الأول يعني قادمة جدا هذه السلسلة نسميها بالسلسلة الكريضونية طبعا هذه السلسلة لن ندرسها وإنما كما قلنا سندرس فقط السلاسل الحديثة تنتشر جميع هذه السلاسل في الحدود بين الصفائح أي على مستوى الهوامش النشيطة يمكن أو تصنف السلاسل الجبلية طبعا الحديثة إلى ثلاث أنواع تتموضع على حدود الصفائح المتقاربة هذه السلاسل هي سلاسل نسميها بسلاسل الطمر وسلاسل الطفو والنوع الثالث وهو سلسلة الاستضام سلاسل الاستضام تتشكل نتيجة تقارب أو تجابه بين صفيحتين قاريتين وسلاسل الطمر والطفو هي سلاسل جبلية تتشكل نتيجة تجابه بين صفيحة قارية وصفيحة محيطية وصلنا تلاميذ الأعزاء إلى نهاية محور الأول التذكير ببنية وصفائح كرة الأرضية في الحصة القادمة سنمر إن شاء الله إلى المحور الثاني أنواع سلاسل جبلية الحديثة وعلاقتها بتلكتونية الصفائح فكونوا في الموعد